ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المشروع باستهداق ما يقارب الأربع مئة حالة من المسنين والمسنات في جميع مناطق مملكة البحرين بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله بالعالم قطينا المحرق ومدينة عيسى وسترة بفضل الله سبحانه وتعالى ورأينا تفاعل كبير جدا من آبائنا وأمهاتنا من كبار السن وطبعا هذا انطلاقا من رد الجميل الذي قاموا به بفضل الله سبحانه وتعالى ومشاركة الآباء والأمهات في لفتة تؤكد المعاني النبيلة التي عرف بها أهل البحرين مؤكدة على تلاحمهم وتراحمهم إنها لفتة جميلة من صندوق الزكاة بوزارة العادل والشيون الاجتماعية ومن تلفزيون البحرين أيضا على هذا اللقاء الجميل اللي عطانا نوع من الحيوية والفرحة وأدخل بهجة ومثل ما أقول دائما إنها عيد قبل العيد كل سنة ونتون بخير ومشكورين وعيدكم مبارك كل سنة ونتون بخير جميع المؤمنين والمؤمنات ومشكور الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله أهني الملك بالعيد المبارك وأهني أبو علي زيس الوزراء خليفة من سلمان وولي الأحد أهني بناسبة العيد الفطر المبارك عشرات المشاريع يرعاها صندوق الزكاة على مدار العام محتوية أكثر من 1500 أسرة بحرينية لم تأتي إلا لترسيخ مفهوم الزكاة وبيان دور الصدقات في المجال التنموي وبشكل يتناغم مع الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 أعلامات من الفرحة والبهجة تكسو وجوه والدين الذين نستلهم منهم بركاتنا ونستمد عطاءنا في هذا الوطن العزيز لتلفزيون البحرين صالح يوسف